موسيقى تحية حب واحترام ووئام وسلام لكل مشاهدين الكراه في كل مكان ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم سيفي دائما بالسيفي متفقين وياكم أن الضيف يكون عنده سيرة ذاتية ممتازة جدا طبعا اليوم ضيفنا واحد من نجوم دورينا لكنه غادر الدور العراقي سريعا ذهب إلى الخارج احترفه في عمان وفي تايلند وكان على مفارقة في الفريقين اللي لعبوا وياهم هو انتلك سيفي لكن هذا السيفي غير مرئي للناس يعني بعيد عن الإعلام الناس ربما فقط الرياضين يعرفون ضيفنا لكن هو طبعا مبتعد تماما عن الإعلام وبطريقتنا الخاصة قدرنا نقنعه ونجيب اليوم ضيف في برنامجنا الأسبوعي حتى نناقشه على مسيرة حياته الرياضية وعن احترافه وعن دعوته الأخيرة للمنتخب الأولمبي لكن شاهدناه بعيد عن تشكيلة عبدالغاني شاهد وحيدر نجم وعباس عبويد ومدرب الحراس اللي ما عارف ممكن نسيت اسمه على العموم الضيف اليوم هو الكابتن والصديق والأخ الطيب بالفقر مالك لاعب الزوراء ولاعب نارا يونايتد التايلندي حسنا بيك حياك الله أستاذ أمين مساء عليك إن شاء الله ومساء على الأخوة المشاهدين نتمني يا رب نكون خفيف في الظلة عنك نعم شوف أحسك مرتبك ها؟ نعم لعب عقبل نعم لعب عبارة بسحسك بسحسك جدا؟ نعم تسحك براحتك براحتي أنت وين هسا؟ أنا حالياً رجعت للأهل الاصطراحة بعد موسم طويل حقيقة يعني أول مرة أغيب عن الأهل سنة كاملة يعني رمضان والعيد كل هناك في تايلند والحمد لله وشكر خلصنا الموسم بعد تعب وعنا حصلنا على مركز الخامس والحمد لله وشكر حاليا رجع السراحة سوانت أسئلك عن أي شي حتى تكون تدخل بجو المنافسة لا لاعب الوسط يدخل بالأجواب سراحة دائما؟ أي دائما لكن من شايفينك؟ من يعرفك؟ خلال ناس قالوا لا نعرف ذلك حقهم حقها الناس أول شيء هو الإعلام بوابة لأي لاعب يعني مو فقط لللاعب حتى الصحفي الممثل كل الجهات إذا ما علي إعلام حتى لو يكون مبدع بشكل جيد بداعي يكون محدد حول دائرة بس إذا يكون علي تصلط على الأضواء والعالم تشاهد هذا اللاعب بالعكس العالم تشاهد وأنا الحمد لله يعني أكون جمهور نعمة أكون جمهور عندك جمهورك زين؟ أي لا يتواصلون إياه حقيقة يعني فرحان يعني بمسألة حيل فرحتني الحد الآن أنا خارج عن جمهور الزوراء والحد الآن تواصل بشكل مطبيعي واني أوجه لهم تحية يعني يردوك ترجع؟ والله شي أكيد يردونا أرجع وهذا بالعكس يسعدني أنا أرجع نالزوراء بس هي تعرف يعني كل لاعب عنده بداخله وفتشي هدف ومشروع لازم يحققه واني وان كنت صغير أتمنى أن أحترف ولعب خارج العراق وامثل العراق وكنت صغير كنت تتمنى تحترف وتمثل العراق وكذا؟ اي نعم سأضع لك صورة وانت صغير حلو شوف الصورة الأولى شو تقول الصورة الأولى تقول انت كنت صغير كنت تتمنى تتمنى تلزوراء ولذلك انت هذا الشخص أبو الأصفر اللي قاعد جوه اي نعم شوف تشكيخ الزوراء خالد محمد صبار عامل قاسم حيدر جبار أحمد كارم وسعد ناصر ومنه؟ موفق عبدالوهاب موفق عبدالوهاب وعماد هاشر نعم حسان فوزي محمود الكريم أحمد عبدالجبار وانت أبو الأصفر نعم أبو الأصفر اي نعم وموازل له أبو سعدي أبو سعدي أبو سعدي أبو سعدي وهذا المدني عصام حمد عصام حمد يعني أنت كنت تتمنى تأخذ صورة بي الزوراء اي أتمنى والله حقيقة هاي صورة يعني أجمل ذكرى لي وتحياتي للاعبين اللعبين اللعبت معهم لحقت على الألماني بالزوراء أحمد الألماني وحيدر جبار لعنت وحيدر جبار في سنة 2010 موجود كابتن حيدر جبار بالزوراء آخر السنة إلي زين أنا كنت عمري 16 سنة بيأخذين الدور الزوراء إذا تذكر ها أنت عندك نجمة بالدور العراقي ايه الحمد لله ومركز الثالث أيضا مع الزوراء نحن نحكي على ألقاب عندك لقب ايه لقب مع الزوراء مع الزوراء ولقب مع المدالية الذهبية مع المنتخب المدرسي ها هذا اللي نسؤول فيه من ناسبه أنا دخلت على صفحتك ايه وخلي أقول لك شي يعني خل نفسد الحلقة مثل ما يقول راح المعلومات اللعندي دخلت على صفحتك سحبت مجموعة من الصور أصدقائك أياد أخوك الناس اللي عبتوا يهم لما كتبنا كنا ذو الفقار مالك راح يكون ضيفنا ببرنامج سيفي الجمعة ساعة يعني بالعشرة مباشر هواي نازلزت لنا صور خاصة راح أفواجأك بيهم حلما دار الوقت القادم من الحلقة دوراتك حاضراني خليك ريلكس هاي لا تتشنج صورة اللي حدثنا بيها قبل شوية قلوا أنت كنت تتمنى اي نعم هذا حلم تحقق يعني أنا كنت أحضر مع والدي تحتني الحجي كان ياخذني معه كان عنده محل باب الشارجي واروحه يا أنا صغير وكان يسد المحل ويقول لبابا حالي أن لعبة الزوراة من كنت قبل تروحون تشوفون لعبة الزوراة اي نعم والدك كان يعلى صوتها على اللاعبين كابتن ومشجع بشكل مطبيع يعني التصور اللعبات النجف ميسان يحضر كل اللعبات بس حاليا اتجاهها سبحان الله تغير بشكل مطبيع حاليا كرة قدم فقط يتابع ذو الفقار فقط زين وليفربول ها ليفربول هل تشجع لليفربول؟ ويا والدي ويا والديك زين رايح المرعب هستون؟ صار فترة مرايح لين هستون رجعت والأجواء حار أنا أتمنى أحضر لعبات الزوراة لكن الجو غير مناسب يروحي قد يأخذ راحته وكنت شاهده من على التلفاز ويعني أتابع جميع المباريات زين بالاحتراف ترى الزوراة؟ نعم متابع لأن أكثر متابعين بالفيسبوك هم جمهور الزوراة فتتطلع الصور وتابحهم ومتواصل مع اللاعبين وأكثر شيء مع حيدر عبدالأمير وجه له تحية أو اسمه وحيدر صباح وجه لهم كل التحية زين متواصلوا وياك؟ وياي يعني ألقابي بعد هني يقلوا لي شونك ويوجهوني حتى توجيه يعني زين شونك بالدور التايلندي وأنا أشكرهم طبعا على التواصل زين يقولون أنت راح تأخذ واحد منعتهم بالدور التايلندي هاي من المعلومة دخل شوفك رسائل ايه معلومة ما حد يدري به بسانو اللاعب من اللاعب؟ لا هو هو العام راديجي أنا قلت له وقل لي من اللاعب أنا ما قدر أذكر اسمي لأنه إلا هو يطيني خبر لأنه جوزي تأثر علي ما قلت لك؟ قلت لك بيش ما شانا أبطحها؟ هو هو راديجي لأنه ما جاء يلعب بالنادي وهو إلا اسمي يعني ما شاء الله حيدر صباح جبي هو حيدر صباح ممتاز حيدر صباح نجم من نجوم الزوراء زين ايه 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 يعني 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 العام سعيت الليل العام هو راديجي من هو لاعب ما يصير أذكر اسمي نادي جماهيري ايه نادي جماهيري يلبسه بيض يلبسه بيض واسود وكيشي يلبس حتى من لو زين يلا ما نحكي بيا حتى من فزود الموضوع زين راح ترتب له هذا الموسم إن شاء الله لا هو العام وما يجي من ما يجي لأن تايلند تعرف شرقاسيا مصداقية لما تتكلم مع لاعب زين يعني لازم يكون مصداقية عدهم فأنا اتفقته ويعني قلت لهم راح يجو هاي فهو مباشرة وقع الغير نادي بدوره العراقي وانتهى كل شيء زين حشينا عن مستوى الدور التايلندي هل هو أفضل من الدوريات الخليجية أفضل من الدور العراقي وشلو موضوعه نعم ناس ما شاهب الدور التايلندي ايه ايه نعم هو الدور الياباني محد يشاهده زين يعني بصورة عامة شرقاسية بتطور مطبيعي الدليل بالأونة الأخيرة فريق التايلندي يلعب تصفيات كاس العالم سابقا نحن منشاهد فريق تايلندي يخسر سبعة ثمانية من العراق ومرتاح زين هو خسر أربعة ايه ليش تعادل ويسترالي زين بالسعودية ضربت جزاء آخر يعني أنا مو يعني لين بس أنا متابع ايه أنا متابع يعني اللاعبين تايلنديين منصير لعبة تايلند يجون بشقتي أو لعبة العراق والتايلند أنا واحد هناك شاي العالم العراقي ايه فزنة فزنة الحمد لله ووعية ممتازة ايه وكل لعبة عدنة بملعب إيران اثنين كل اثنين كل ايه ملعبهم عدنة اثنين كل ايه وكل لعبة فزنة من فزنة ارتاحت ارتاحت زين يرا خلنا نروح للصور الصورة الثانية شوف ش تقول بدون الفقاء الصورة الثانية تقول انت زورائي اي نعم أساسي الكابتن أحمد علي هاي الصورة لس صورة فزنة واحد صفر سجل اخويا مروان حسين للكابتن واحد صفر كان كابتن راضي شننشل نزل تقريبا اربع لاعبين اول مرة نلعب لعبة جماهيرية من فترة ويعني ما متخوف بالعكس اللاعبين الضوء الأخضر بالتدريب والحمد لله توفقنا لعبت بي أساسي والحمد لله فزنة انت لعبت كرة من المنتصر في الملعب جد سر هده هاي شبهها بالكابتن ليث حسين سجل للزورة من وسط الملعب نزلت ضد اربيل كان اربيل مطعم بالنجوم وبشكل مطبيعي متخم بالنجوم متخم بالنجوم متخم بالنجوم ونزلت يعني اخر دقائق سبحان الله قبل ان انزل امركز على الحارس يطلع فاستلمت الكرة تحياتنا الكابتن سرهنك سرهنك نعم اي لعبتها كرة من وسط الملعب وهو الزحلق وضربت بالعامود اللي فوق بالعارض بالعارض ما صارت لوقن صار هده والله هذا بعد ذكره كل شيء كان فكر بك رابا شنيه شيء يخليه سبحان الله سبحان الله هي الهداف مرة تدخلي اللاعب بالأضواء كيف تنطلعك من الزورة؟ أنا نريدك تلعب ما دام صغير شوف يعني تقدر تأخذ فرصة بغير فريق وترجع هذا الزورة شون مثل ما نقول بيتك وتقدر ترجع حقيقة عشيت أجواء ويزوراء بطولات ونجوم ما قدرت أتقلم يعني ببالي ما تقلم غير فريق فكرت بالاحتراف خلاص أي سبحانه حتى دعب تايلند أي بتايلند بالعكس أنا مرتهب تايلند وعايش يعني أجواء كل شي حلوة أي لاعب يجي قدر أحتراف في تايلند ما أعتقد ما تعتقد خلينا بالصور شوف الصورة الثالثة بذكريات مرتزة المنتخب المدرسي الميدالية الذهبية مدردكم صباح جمعة نعم نعم تحياتنا الكابتين صباح جمعة أبو النور أبو النور يعني حقيقة كون توليفي حاليا أكثر يتم لعبون دور الممتاز موجود كرار على لبري وراك يلعب بالطلبة تحياتنا الكابتين كرار أي كرار على لبري زين عندك هذا دايروتشا رسول رسلان حاليا يلعب نفط الوسط نفط ميسان نفط ميسان نعفو نفط ميسان نعم عندك كرار كرار حسين يلعب نفط الجنوب تحياتنا الكرار هذا السبعة عشر يشاهل إيده لا لا اللي خلف اللي شاهد زين الباقين ما أنور كابتن أنور لعب للجوية بس الباقين ما عرف دايرين وجوم هذا برهان اللي حاضن رسلان برهان يلعب للطلبة برهان اللي مدافع ذكرات ممتاز هاي البطرون صارت باليمن هاي بالسعودية النسخة الأولى النسخة الأولى انا اخذنا ذهبين اخذنا المركز الثالث كان المنظم السعودية الرابع والثالث السعودية كانت مبارك كليش قوية نفزنا على سعودية ليس مركز الثالث مركز ثالث زين ما كنت طلاب أكثر اللاعبين كانوا طلاب وخارجي وما عرف شو نك كنت أدرس الثالث أكثر لاعبين طلابي كانوا طلاب أه هاي كلهم أكثرهم يعني كلهم عندنا كم شخص مطالب أجوز شارد من المدرسة أجوز شارد من المدرسة والله يا فقار يلا نشيلك يا ممكن صح ممكن تارك سوى بحكم الجزمة بحكم مدرسة يلا خليشوف الصورة اللي بعتها يعني خلي نقلب موضوع المنتخب المدرسة أول مباراة مع الزورات جابر شاكر حيدر غزان حيدر جبار وعلي شام حمد قاصد أحمد شاسب أول مباراة لك مع الزورة؟ أول مباراة هنا كان عمر 16 سنة صعدت من الشباب من الشباب؟ لعبوك؟ لعبني مباشرة من هو؟ كابت أنا أصان محمد وحيدر محمود لعبوك؟ لعبونا ضد الكهرباء شوط الثاني كنت الحمد لله متوفق بها فأنت أساسي هنا؟ وهذا مباشرة أول مباراة أساسي مع الزورة ثاني مباراة لعبت أساسي الحمد لله هاي وين؟ مباراة مو بملعبكو؟ هاي بالشرطة ملعب الشرطة ضد منو؟ ضد فريقة الصعد تقريبا أمانة بغداد أمانة بغداد لأبسين أخضرتك؟ نعم نعم ضد أمانة بغداد كان ملعب أمانة بغداد الشرطة؟ نعم شرطة ذكرت صح زين ذكراتك ممتازة يا الزورة؟ اي بالعكس أنت من شاهد الأسماء حقيقة تفتخر لعبتوا معهم لعبتوا معهم من من الصور راح يروح لهاكن شو عدوا؟ ولا واحد أكثرهم بطلهم ها ولا واحد يا كتن؟ ولا حيدر عبدالأمير؟ لا 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 ولا واحد ما موجود بالصورة بس هو يلبس أبيض؟ هو أنت تريد أن يروح وياي عاد أخذه وياي من هو؟ هو يلبس يلبس أبيض يلبس يعني هو يلاعب ملاعبين الزورة عادي يعني الله يفقه شرطة زين خلت لكم موضوع الزورة طلعك راضي شنيش للن الزورة ونتكونا تناوي تبقى نعم اتجاهت اتجاه آخر أنه كنت يعني اللي الناس القريبين عليك كرار ذو الفقار كان قاب قوسينا وادنا من ترك كرة القدم نهائيا صح؟ لا هو صعب جدا يعني تترك كرة القدم وانتبه العمر يعني بس أنا اتفاجأت بالحقيقة بالمجتمع الرياضي لأن أنت صعب جدا من أنت لاعب كرة قدم وناس تدخل يعني مو عملها تدخل بكرة القدم مثل شنو؟ مثلا بالعاونة الأخيرة أنا شاهد يعني مو رياضين يعني اللي تقود الرياضة محترامات بسهارственات الرياضين موجودين اه came lyali لكن بالزوراء يقولون، الزوراءย علي فلاحسر رياضي لا، لان ما أتكلّم مع الزوراء أنا من ظاورت من الزوراء ها إنت قلت لي يعني رد أن تت diverه في كرة القدم ووي هذه المعلومة صح؟ يعني اللي baitرك كرة القدم؟ هي؟ لا مستحيل ماتكدر اي لا ما تركي والله مقرب عليك قال يعني استوار وصلت بمرحلة انه خلاص قال وضع كرة القدم لعب طرق شعبية وتونس احسن لي مو؟ اجوز يعني بساعة غضب اي غضب بس لعب داخلي كرة قدم مستمرة ويكون اهداف وان شاء الله تتحقق بالأيام القادمة شون الاهداف اللي تتحقق؟ شون اللي ما تتحققت؟ اللي ما تتحققت هو حلم كل لعب يعني يلعب يمثل بلده واني لعبت يعني واني صغير لعبت مع لاعبين يحبون البطولات يحبون البلد يلعبون يعني بداخلهم الايفالين يلبسونها يعتبرون عمل يعني يتقاضى راتب هذا باعتبار عمل الان اكو ناس يعني عكس ما تحدث به؟ ليش شكرة القدم بالعراق حاليا شوية تراجعت ليش؟ يتحققين محترامات لهم الكثير يعني جيدين يفكرون جوزء بمستقبل بس القليل يعني محترامات لهم تشوف كرة القدم صارت عبارة عن أخذ منها تجارة مال أو فاتشي وخلاص ما فكر بالنادي ما فكر بالنادي زين زين يقولون من اجاك عقد بالصورة الجاية شوف الصورة الجاية شو تقول من اجاك عقد بنادي شوف الصورة بنادي مرباط العماني ما ترددت ببن خلي أطلع نعم ما ترددت ورحت رحت المرحلة الثانية بالمناسبة زين لقيت الفريق بالمراكز الأخيرة التحقنا أنا ولاعب اسم زكريا من المغرب زين بالمرحلة الثانية زين والحمد لله توفقنا والفريق صعدنا الفريق للمركز السادس كان مهدد بالهبوط زين صعدنا للمركز السادس وكان موسم جدا رائع هو نادم الباب شعجل ما بقيت ما بقيت ما شجعني الإعلام بقيت نفسي ذي الفقار بعمان يعني حتى منطقتي قليل يعرفون أنا لعب بعمان المفروض يعني لاعب من يلعب يفكر يحترف لأن هذه سنة لازم العالم كله تعرفه ففكرت باحتراف آخر سمعت بتايلند سمعت بتايلند ذو الفقار مالك لازم يروح بتايلند نعم سمعت كلمني شخص من عمان قال لي أنت لاعب جيد زين وشرقاسي بتطور فأنت العماني دوري يعني ما معروف وقليل عليه الإعلام حتى الكابتن حكيم شاكر إعلام قليل عليه بس اللعبات الكاس من يفوز يطلعونها وباقي اللعبات محد شاهد نعم بس هو لما أخذ بطوط الكاس أي شيء أكيد الإنجاز نعم استقبل مهدي نعم نعم يعني وجهة تايلند شفتها شوية أفضل وتجربة مختلفة قليل يعني اللاعبين اللعبون ماذا تقليمت بالأكل والأجواء ماذا؟ أي الله يساعدني والله هناك صعبة جدا يعني الأكل والأجواء والمناخ والتعامل المعيشي والناس كلها مختلفة يعني مختلفة بشكل مطابع يعني أنت تتحول إلى كوكب آخر نعم تذهب لكوكب ثاني نعم وكأنه ما عايش بالأرض نعم حياتك اختلفة يعني تصرفاتك يعني اصور اكو التصرفات اليه يضحكون عليه مثل؟ يعني مثلا اخلي ملح على الزلاطة المطعم والعالم كلها تضحك والله لعد احتاره يتشغل عليه ها بي نبريك مثلا ازيان اقوله زيان يعني امور وامور بشكل بعد بعد نطينا خلنا نعرف الاحتراف بتايلن اي نعم ما تخلي ملح يشي انت صور ده اول اسبوعان بتايلند شايف هذا اللي هي شي مركز يباوع وهاي يعني على امور اريد اتعلم ماذا؟ صديقي مصري ان شاء الله سنذكره باللقاء شاسمه؟ اسامة تحياتنا اليه اسلام اسامة نعم شبيه اسامة احتيلي هذا اسامة حقيقة يعني انسان محترم وهو لاعب محترف وياي يلعب بنارا يونايتد مصري نعم يعني هو هناك عايش سس سنوات كل شي يعرف كل شي يعرف فسبحان الله معي انجليزيتك زينا بالمنوع السبب الحمدالله بالهاي السنة الاخيرة الحمدالله علمت طاورتي الانجليزية استمر نعم فعلمني هواي امور كثيرة ما اعرفها علمني مثل شنو والله اريد نعرف يعني مثلا قلي ذا الفقار من يجون لتقوم احنا العراقيين احنا الجزء احنا الجزء نعم قلي لا تقوم شنو الله بالخير بالتايلندي سوادي كاب صدق صدق نعم نعم يعني علمني هواي امور كثيرة قلي بالمطعم هيتش و بالملعب من تدخل هيتش و هيتش و هيتش علمني كل شي سبحان الله بالمطعم شون احنا دخل بالمطعم اي دخلت انا المطعم فمرة جازفت قلت ما اخذ اسامي خلت تعلماني خلت لعصير شجاع عفته بس هاي اخر مرة عفته بعد ما عفته و راح زين دخلت المطعم طبعا شكل غريب و كلها تباوه عليك جاي انا لعبت المحافظة اللاعب اللي لعب محافظة المحافظة كلها تعرفها انا هناك سموني مالك مالك هو ذو الفقار مالك نعم مالك فدخل مالك ماذا قالوا لك بالتايلاندي قلوا بالتايلندي Bourne قلت ليم قلت ليم قالوا تنزل طعام قلت ليم يعني ماذا ابعدين الشجاع من هطن Reason طعام النظر จم قلت لهم أكل شون الواجبات جابوا للمنيوم قلبت 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 قلت لهم سبادي سبادي نزلوا سبادي يعني أكل فالمهم نزلوا لأكل أنا أول شي طلبة عصير برتقال العصير برتقال ما يلعب بكل الدول العالم متفقين عنه عصير برتقال هو أورانجوس التمن الرئيس لا يلعب به والدجاجة لا يلعب بها ثلاثة يعني ثالثة حتى كلهم عيب من العالم والله أول شي عاطشان شربت العصير مصصة وحسيت في الطعام حاطين عليه ملح مو طبيعي ملح استحيت من العالم أذبه رجعت على العصير ملح كمرة خفية خمسة لقد أخذنا قليلا كل الثمن زحم من العالم كل الثمن وخلين علي شكر بشكل مطبيعي زينك قال له شكر انا جميلة قلت له ضلطانين قلت له زين فهذا موقف يعني في تايلند في تايلند زين خلنا نترك تايلند أعتبار أنه إحنا حتشينا بمرباط العمالة محطة مهمة بحياتك نعم ووضيفها بسي فيك نعم أنت في البطولات المدرسية كان لك دور بارز على اعتبار أن الصورة القادمة تقول أنه أنت الصورة القادمة تقول كأس العام المدرسة هذي هنا مدالة ذهبية صح؟ نعم نعم مدالة ذهبية هذي باليمن وين؟ هذي بالكويت هذي بالكويت وكان يعني الحمدلله دوري مهم بالفريق والحمدلله شكر حصلنا على المركز لول حصلت على المركز لول حصلت على المركز لول سجلت هنا هدف على الجزائر نعم 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 هدفين عندك؟ على الجزائر وعلى السعودية نعم 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 لن أتمنى شوية نعم 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 أنت قبل شهر كان المفروض تكون في المنتخب الأولمبي شوف الصورة جاية نعم المنتخب جاية تايلند أنت دخلت وياهم نعم بدعوة رسمية من الاتحاد والمدربين لو أنت شوفوني لا لا ماكو هذا منتخب وطني والأسماء اللي يجت 25 لاعب كنت أنا مادري للمنتخب جاية تايلند المناسبة صار اتصال من الأستاذ والكابتن كابتن أبو شوقي زين أعوض الاتحاد نعم خبرني وقال لي ذو الفقار مالك أنت موجود في تايلند قال نعم كابتن قال رح يخبرك كريم فرحان ويفهمك أعلوم كابتن كريم فرحان زين اتصال بي كابتن كريم فرحان قال لي نحن ساكنين بفلان فندق طبعاً يبعد عني عشرين ساعة في السيارة نعم أكو طيران أكو طيران يرح الطيران الحمد لله فقال لي تلتحق قلت لها نعدي مباراة بس أكملها وإن شاء الله نتحق مع المنتخب زين فالحمد لله كان بها رمضان اتحقت مع المنتخب وشنت متواجدة مع الأخوة الزملات زين لعبت؟ يعني أنا اتفاجأت حقيقة دعوة وحضرت مع المنتخب وكان بالتدريبات كابتن غني شهد شافك عباس عبويد كابتن عباس عبويد والكابتن حيدر النجيم يعني ما شاء الله باحتراف يتعاملون مع اللعبين وشنت متواجد بالوحدات الددريبية والكابتن غني شهد ما شاء الله يعني مركز عليه وتوجيهات جدا رائعة بس ما أعرف يعني ما أعرف ليش ما لعبت المباراة اثنين هن من خلاص المعزكرة الكابتن اعتذر قال يعني نعتذر من كابتن ذو الفقار مالك حضروا ياني لكن ما لعب أكو فرصة لعبات كربلا نرجع للعراق إن شاء الله ندزلهم دعوة ويجي يحضر اللعبات وعدنا بعد لعبات أخرى زين فخذ جوازي لكابتن كارين فرحان ويعم نسخ من الجواز والموبايل زين ورجعتان الفريقي والمنتخب رجال للعراق مخابرك بعد بعد أي دعوة متوجهت ممكن تكونش المنتخب نعم ممكن يعني هو المنتخب منتخب العراقي عمرك يسمح يسمح لي الحمد لله أنت من الناس المنزورين الحمد لله وشكرا الحمد لله وشكرا يلا إن شاء الله نشوفك إن شاء الله بالمنتخب الأولمبي بالفقار وبعتنا منتخب الوطني بس أنت بتايلند بعيد عن الإعلام ممكن هذه خطوة إلى الوراق ممكن نشوفك بالدولة العراقي ممكن العراق موطن الجميع يعني كل اللاعبين اللي احترفوا خارج العراق يحنون الأنغام والأتراس العراقي من تسمع الأناشيد والمقصورات هذه الهزوجات الحلوة شي أكيد تحن وترجع لهذا الأيام الحلوة لكن الاحتراف مهم لللاعب يضيف كثير لللاعب ماذا ضاف لك الاحتراف؟ ضاف الكثير الحمد لله أنا أستمروا تشوف أن الفقار حصل على أفضل اللاعب المرحلة الأولى الدور التايلندي مختارت بتشكيلة الموسم الحمد لله وشكر ومدعيت منتخب أولمبي يعني من خلال شاهدوني ناس مختصين ومسجل أهداف بالدور التايلندي الحمد لله وشكر زين أنت بالمناسبة لو باقي يقولون لو باقي بالدور العراق كان ممكن نكون في منتخب الوطني الدليل على كلامي السورة القادمة سوف نرى ماذا تقول السورة القادمة هذا في الآسيوية مع الزوراة بس والله هناك الشاخة جمعنا هذا الزوراة هذا الزوراة سجاد حسين وخلدون وأحمد علي وأزهر طاهر أحمد شاسي علي سعاد هشام حمد والكابتم شام حمد نعم ذكرها هي حقيقة نشوف نفسك بنصف هذه اللاعب النجوم تفرح حقيقة لأن أسماء قدمت الكرة العراقية وقدمت المنتخبات بالآسيوية ما لعبت؟ بالآسيوية كنت احتياطي 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 لو باقي بالزورة كان موضوع مختلف يقول كان طريق المنتخب قريب منك نعم 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 لأن الزورة مسلطة على الإعلام العراقي كل العراقي يشوف الزورة لكن خارج العراق أنا تشاهدني وتعرفني لأن ألعب الدور التايلندي ممكن صفحة المختاربين مثلاً صفحة المحترفين ممكن دارهم شوية من شونك والله ما أعرف يعني حقيقة ما أعرف أني ما أعدي أي عداوة أي شخص لا أقصد ممكنك وصفحات ممكن نعم تتصل بيهم أنا أقصد دعم تتصل بيهم شوكم عيني شخص أعرفت سؤالك يعني جاي جاوبك لأن أكفت شي بداخلي يحشي اللي بداخلك يحشي نعم يعني ذو الفقار مالك يجوز معروف يعني ما أعدي شيء وي أي واحد والحد الآن زين ومسامح زين بس يعني الدور التايلندي أكو أفضل من هواي دوريات يعني كناس تلعب درجة رابعة نعم 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 يعني يعني ما يخسر شيء بأن يتصل لابد الفقار مالك كابتن أنا عراقي يعني مو من غير جنسية ولا فد يوم دعون المنتخب وتخلفت نعم نعم موجود ولعبت مثلت المنتخب ولما مثلت هذا فد شيء يرجع يعني للناس المختصة أنا مثل العراق باحتراف مزين ما اتصلت بي أي صفحة فقط صفحة بالإنستجرام بتحياتي إلها دائما متواصلة وي آي وصفحة إلها شيء إنها بالشارع الرياضي عراق سبورت تتواصل وي آي دائما لا نقصد أكو يعني موقع المحترفين يعني مختص تماما بشؤون اللعبين المحترفين يعني شوف مثلا اليوم مباراة ما يكتبون مثلا يوم سويدين تاون مع فرام فريق اليوم مباراة ياسر قاسم مع كدا اليوم مباراة أحمد ياسين ما يكتبون يعني إبيرو أو كدا أي نعم حتى مباراة كنت مباراة كنت تنقل تلفزيونيا أي تنقلش يكيد يعني مفروض يعني جاي نشوف نشوف اللعبين المحترفين من خلال هاي الصفحة صح؟ أي نعم يعني مغيب من هذا الناحية ما أعرف يعني إذا هم وعدهم فتش يعني وياي نرتب لك اللقاء يهم؟ والله ما يحتاج نعم 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 ممكن نرتب وياك احنا ولمصورين كده نسويك صفحة عشاق اللاعب ذو الفقار مالك موجي أتشرب أتشرب تحدث بيها قبل شوية ذو الفقار مالك الصورة القادمة تقول أنه أفضل لاعب في بطولة وفي مباراة هذي لا هذا هذا في الدور التايلندي نعم هذا الموسم نعم هذا الموسم تكرموا اللاعبين المميزين كذلك والحمد الله خلف اللاعبين الفريق واقف خلف الصورة لاعب محترف واللي يقدموا لي هدية للتحاد التايلندي وحقيقة هي موجودة عندي وانا سعي جدا بالتبرى إنجاز خاص به إنجاز شخصي هذا إنجاز شخصي له من الفقار مالك أفضل لاعب في شنو أفضل لاعب في المرحلة اللولي ختاروني أفضل لاعب في مرحلة اللولي نعم نعم يكرمون كل مرحلة يكرمون اللاعبين نعم واختاروني أفضل لاعب بتشكلة الموسم زي أحط للك صورة بس لضوج لا مضوج فان جاي الأراقي غير جو غير جو لا رح أرجعك لتايلند كم الصورة الجاية هاي 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 المباراة شنو حبيب رحيم شو يقول نعم قال لي أفسد لك لنطان الصورة حبيب رحيم تحياتنا لأبو جنة أبو جنة حبيب رحيم الإعلاني الشاب الشخص المحترم نعم طالما هاي الصورة قال بها المباراة انت مسجل اثنين وصانع واحد نعم نعم وتعرض هذا الهدف الثاني كنا متأخرين واحد صفر زين فكلاعب محترف لازم مسؤوليتك تكون أكثر ملاعبين محليين شي لفريق محترفين دورينا نعم ومن تشاهد فريقك متأخر بهدف انت محاسب زين زين لازم تكون انت اللي جاهز فو حتى اللاعبين كلهم يظهرون بصورة صحيحة سجلت الهدف الأول تعاد النشاط الأول تعاد النواحد كل هاي اللعبة ضد شامبوري 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 الزوراء اللي خسار ضد بالآسيوية زين واحد صفر تعادلنا واحد كل الشوط الثاني نزلنا بالمنازع شوية كلام صار شوية شدو لان بملعبنا نزلت الشوط الثاني سجلت الهدف الثاني كرة عرضية اللي أكون مدافع أفريقي وراي أنا نطحت الكرة هو ما شوت الكور شوت راسي الكرة دخلت بالهدف بس أنا بوقتها فقدت فقدت الواعي نعم فقدت الواعي فترة يعني تقريبا عشر دقائق لما انصعدوني بالاسعاف مثل شو الموضوع ايه مدرس قاعدت وفقدت مرة ثانية قاعدت بالمستشفى ثمن خياطات هنا براسك براسي هو بالعكس الحمد لله فاز الفريق وكان يعني الفريق كله اجل للمستشفى واحتفالات بالمستشفى صارت حتى نسيت العلم والله ايش اقول لك هذا حبيب لو موطن هاي الصورة احسن زي اكو صور ثاني بصفحتك هواي الصورة القادمة شو تقول تقول هاد الاسمراني منه والله خبلتني بي تدري له لا هاد الاسمراني هواي ما قد صور هاد شنو لاعب هذا شنو لاعب هذا محترف تحياتنا ولهم اعرف عربي تحياتنا لتيري تيري شنو تيري شنو شنو جلسي تيري افريقي من نيجيريا زي لاعب وياهي بسلطانة عمان لكن نكته هذا اي نكته يونس يضحك والله اي انا اول سنة بعمان ما اعرف اتكلم انجليزي قليل زين فهو يطينك كلمات عودي يقل يقول للعالم كلمهم هيتش كلمهم وهذا صحيح حتى تطور اي اي يعني عودي يقول لهم روح اي قيف مي سلاري يعني طون الراتب مالتوشي يقول لهم اي يقلي يعني بالترجمة لا تطون الراتب انا ما محتاج يقولوا بالترجمة اي في يعني حقيقة تجربة حلوة وصديقي عزيز عليك اي سور عندك ويا صح اي 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 والحدي لان تواصلين هو قال اذا صارت عندي استراحة اجيك ازورك تايلند تايلند يجيك وين اسا هو هو بعده بدور العماني بدور العماني باقي بدور العماني ممكن انشاهدك بدورة اخر مثلا في الدور البولندي يعني بالعكس شو ارتبكت شو الموضع لا لا بالعكس هو الاحتراف اللي لما تكون بخطوات متقدمة افضل ممكن شوفك بدور البولندي حتى بدل ما ترتب حالك اي ممكن شبي الدور البولندي والله انا ما يعني ما دارس عنا كفير بس يعني هاي الفترة ماكو واحد مثل بخابرك على دور البولندي خوش دوري زين اي نعم نعم صار تقريبا ثلاثة ايام شنو منو بخابرك يعني شخص ان قلت لك هو وكيل اعمال زين كلمني وقال انت اريد اتعاقده اياك بهذا الصفقة قلت لان عدي وكيل اعمال خاص بيه تقدر تتفق ويه وتتصل بيه ممكن تكون في دور البولندي انت والله هو هسان بالاستراحة هو يريدني يعني يريدني هاي الايام اطي الخبر الاخير لكن عندي عندي يعني بعدني مرتبط مع نارا يونايتيد لكن اقدر اقدر ان شاء الله اخذ الاستغناء بسهولة لان النادي يحبوني وفن نعم ممكن نشوفك زين زين اذا رحت لهذا النادي البولندي ولقيتك ومدرب هو يدربه ممكن المدرب القادم شوف الصورة الجاية هو يدرب هو الحج نسوي له اوكي نعم الحج نسويه اوكي نعم الحج نسويه اوكي نعم الحج نسويه اوكي ايه كابتر راضش نشيل تحياتنا اليه غني عن التعريف ومدرب خدم الكرة العراقية وكلاعب وكمدرب زين اتمنى للموفقية بمسيرة القادمة زين ظلمك بالزورة اكو موسم يعني ملعبت بكثير كنت اتمنى العب هو موجود زين لكن انا قلت له قبل الحلقة ما عدي شوية اي شخص الكابتن البي فتشي حلو محد اتواصل وياي من المدربين فقط هو فقط هو يتصل بي وانب تايلند يخابرني يقلي اتعامل كذا وكذا وكذا هو يقول لك يتحامل اي نعم 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 اتعامل والدور التايلندي متطور رغم هو بالعونة الاخيرة كان ما يشركني لكن اتفاجأ بالتواصلة معي انا قلوا ان كانت عندك مشكلة وياه بالعكسة واللاعبين يسموني محمد محمد بن حجراضي ايه ازه والله ماذا اش اقول لك المشكلة سئلة الجمهور هواي اي نعم اه كل شو هواي سئلة الجمهور نخلي يعني يعني على اقل تقدير نكمل الصور اللي عندنا اه هذه الصورة القادمة تتحدث عن تواجدك في نارو يونايتيت الموسم الماضي نعم يقولون بالنهاية الموسم اللي اقتنعوا بك انه يبقوك المحترف المحترف دائما لازم يركز على طول الموسم ماكو احنا مو مثلا دوريات عربية او دوريات مثلا متأخرة ذول الدور التايلندي حاليا يفكرون يطورون كرتهم يجبون على يجبون لاعب عراقي ياباني ذول الاسماء المعروفة بالقارة الاسيوية اكثر شي لاعبين هناك متواجدين الاسيويين ياباني صيني ذول يعني متواجدين والعراقي فقطاني صح هم جمدوا يقب نهاية الموسم يلا قناعتهم لا الحمد لله انا كنت مركز من بداية الموسم انا عندي طبيعة يعني تعلمتهم اللاعبين اللي كانوا الكبر مني الموسم مو مباراة او مبارتين او ثلاث مبارايات موسم كامل لازم تكون جيد ومركز كرار الشيخ هو يكاتب لك اسئلة نعم يعني احنا صورتنا بهن لكن اكو سؤال لفت انتباهي سمعت ان الغربة جعلت منك كطباخ ماهر شي اكيد قمت تطبخ بيدك ايه حتى كافتن عباس عويد قال لي راح اصير طباخ ماهر لان انا بكوريا صرت متلك ها هي تشي زين هم بدل البيت تخلي ملح على الزلاطة تخلي مندزوا براحتك ارتب حتى اسوي يعني اكلات شعبية عراقية اخر فترة يعني فلافل تساوه مو فلافل ما اكل ابليدي هنا زين يقول انه الغربة يعني سوتك شاعر انت لك علاقة بالشعر ايه احب الشعر احب الشعر احشينا شعر بالتايلاندي ممكن لا ما اكو ماعدهم شعر ماعدهم شعر ماعدهم شعر زين ماعدهم فت قصايت فت شعر يعني لاعدهم يعني المتعارفة علي الاغاني الشعبية يعني يستعرضون بالشارع و هاي الموسيقات و الشغلات زين شون اللقيته سيف البدري يقول شون اللقيته هناك و ما لقيته هناك بدوريهم هناك ايه ها تطلع وتكمل اللعبة وتخلص ما تشوف لاعب ضائج من لاعب ولا يتكلموا حكم تخلص المباراة و خلص يعني خسرانين خمسة صفر اللاعبين كلهم يبتسمون يعني بس بداخل الملعب و يسلمون على حكامتين المباراة الفريق الثاني لجماهير الثاني يعطلون نعم في الدوري صفة هذه بعد مباراة نفط الجنوب كانت في الميناء صفة هذا و علي محمد على الله طلعوا للمول بعد مباراة انهوا خدماتهم هم تسرحوهم تعرف لا ماعرف بس وجودة هاي اتكلم لا اتقدم يعني يلتقوا اين بالمول قصدك يعني بتتل المباراة راحوا لي المول مسألة طبيعية لعدوين يروح هو لاعب أصلا موين بيته موين بيته وين يلتقي كرارتي يقول تياقوا الكنتارا يقول كرار تياقوا الكنتارا يقول شو وقت ترجع للنوارس ممكن ترجع للنوارس نعم ممكن بالعكس الزوراء يعني قلت لك زوراء فت شي خاص بي واستفاديت من الكثير هو بوابذ الفقار مالك والزوراء يعني إذا أرجع أرجع لي بين أنا لاعب محترف أو في شي لا لا الزوراء اسم كبير ممكن نشوفك بالزوراء ممكن لكن بشي رسمي لا بشي رسمي مثلا اتصال من إدارة أو فت شي بس يعني الآن حاليا أنا متواجد بناديه بس لكن أي شي رسمي من الزوراء ما موجود زين شخص اسمه أمير رحيم العطواني أمير عطواني يقول أمير اسأل على موضوع الانتقال من بيته من قطاع القطاع أنت في المدينة وبيت المدينة صدر من زائل لك أحد الأصدقاء يوصف لك توصف لي شون هذا الموضوع والله نامير تحياتنا إلي زين تحياتنا إلي يعني أنا أنا أندل بالقطاعات زين يريدنا أوصف لي زين فقلت لي يعني أنت وين تريد بالضبط قال أنا أريد القطاع 27 زين وبصفنا قطاع 17 زين قلت لي شعجم تندل أنت القطاعات زين قال ما قال أنا جاي أول مرة تخلي المدينة وأريد أن تزور صديقي غيرك قلت لي المهم تأخذ مننا تاكسي قلت له قلت له أريد قطاع 27 ويدل موسى ستار لاعب موسى ستار أيضا ترك لي يقول قلت أسأل الفقار قل شنو تعني لك عليك كيام أحلى يام الله شنو حلوة شنو طبعا هاي المعلومة ما حدي يدر بيها زارني كافتن موسى ستار إلى تايلند وحقيقة شرفني وكان ضيف جميل جدا وبقى وسكن وياي بالشقة وشترينا أنا سماعة هاي الإلكترونية زين خليناها بالشقة زين وشغلنا أكو محمد الحلفي جوز تعرفه اي نعم اي فنشغل عليك كيام أحلى يام حقيقة مراحة حتى دمعت عيني علي لأنني ما عدي فتشخص موجود يامي سول فيها فالتحيات موسى ستار وعليك كيام أحلى يام ها موسى ستار علي اي زين آخر يعني سؤال يقول إذا كانت بالزورة جاك عقدة من الجوية وفلوس أكثر تعوف الزورة يعني تسوي مثل ما سوى نيمار تحياتني الفريقين جماهيرية وإلها جمهورها وكل التقدير لهم والاحترام زين أتشرفوا بأي نادي ألعب لكن أنا يعني أنا ماركة زورائية حقيقة أنت بالزورة أي بالزورة وتحياتي لنادي الجوية فريق جماهيري وإلها كل الحب والاحترام والاحترام زين كثير من الأسئلة واحد من عائلتين آيات يقول لو تم يعني مجموعة من الأسئلة أخلي أسألك سؤال واحد من عائلتين يقول عندما كنت لعب في الدور العراقي هل أنصفك المدرب العراقي أم لا ومن المدرب اللي أوصلك إلى ما أنت عليه الآن تهياتنا إليك وبالتوفيق من سيتك رياضي ممكن الجاو نعم أنصفني المدرب المحترف خارج العراق أنصفك المدرب المحترف خارج العراق نعم المو عراقي نعم المو عراقي الخارج العراق لعبت الحد ما طلعت لحد الآن أنا كل اللعبات أساسي وعنصر أساسي بالفريق لكن بالعراق أواجه صعوبة ما أعرف يعني ألعب صح ألعب لكن أواجه صعوبة زين مواند الهور يقول أسألة طبعا أسئلة جمهورنا الأسئلة هواي لكن يعني نحن نختار الأسئلة الغريبة نوعا ما مواند الهور يقول أنت يعني بالزورة بالخطمال الزورة متعاركين ما شون ساحب تريشة وقال لسألة قطبك شنو هاي تحياتنا الكابتن مواند الهور وحقيقة موقف جميل جدا يعني تعرف اللاعب لما يكون صغير اللاعبين الكبار يحبون يمزحونه وشاقونه لكن مرات توصل يعني شقة مطبيعي اللاعبين الكبار شاقونه الكبار زين فيعني بالبطالة وشغلاته يعني يعني فقير بساكت ساكت زين اعتذر منهم يعني رغم هذا اعتذر منهم لانكبار 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 زين وصلت يوم بينه وبين نفسي قلت خلنا وذا كبار هذا الشقة إذا يستمر مو حلو قبل لا اطلع للتدريب زين فقلت اليوم لازم اخليها حد لها الموضوع زين فرجعنا بالخط نظره يعني بقوا يشاقون وشغلاته وهاي بخط ناد الزوراة بخط ناد الزوراة زين اي فالسائق قلت لها طبق قلت لها طبق طبق السائق بتاعت الباب سبحان الله صار قدامه وذاكرها مهند بخط ناد الزوراة بخط ناد الزوراة بخط ناد الزوراة بخط ناد الزوراة ايضا الكابتن لاعب مهند كرخ فراس فنجان يقول كل التوفيق للاحب درش فقناة لديك أنت مشروع مدرب لياقة محترم صح تهياتي الفراس والكابتن مهند هرم ما ذكرته تهياتي لهم أخواني وعزيزين عليه حقيقة زين انت مدرب لياقة محترف صح قبل أيام جمعوا اللاعبين وصروا علينا دربهم يعني تعرف انت من تحترف لازم تجيبوا يا كفة شي من خارج العراق تمرينة وتدريب فدربتهم ونعجبوا بيها بشكل وشواخص وكرات وشغلات فكتشفون مدرب جديد ها مدرب جديد زين شو نضاف لك معسكر إيران عمار الزيدي عمار الزيدي حبيبي تهياتي لعمار شو يقول شو نضاف لك معسكر إيران يعني سوينا ضاف لكثير وكان موجود وياي عمار حبيبي وعزيز علي وكان يعني قريب مني يعني سويتها معسكر إيران يعني مو بنادي سويتها أصدقاء يعني رحنا لعبنا مباريات مصالات خذيت تقريبا الخمس لعبين بالاستراحة ورحنا لعبنا ضد فرق إيرانية زين عندي ثلاث دقائق ذو الفقر الصورة رقم 16 شباب الصورة ذا ممكن الصورة رقم 16 يعني لازم نسولب فيها هذه الصورة نشوفها الله الصورة بها هيتم صبري وبيها حسين حمادي وبيها إبراهيم كي أحمد صبري أيضا نعم سيد ماجد سيد ماجد سعد عبد الحميد أعتقد أعتقد نعم والكابتن أبو جنة رحمة الله كابتن عباس رحيم عباس رحيم جيد أرض قصري تخليت هذه الصورة بيننا الكابتن عباس رحيم المرحوم عباس رحيم من هذا كريم صدام من يمه لا لا ما أعتقد كريم صدام كريم صدام جيد لو لا هذه الأكاديمية ذو الفقر أنت وينك بالوسط شوية دريزة طوح نعم أنا موجود بالوسط وهاي الأكاديمية صاحبة فضل حقيقة شبير عن لي على ذو الفقر مالك علمتني طرق حديثة بكرة القدم والساعين على المدرسة الأكاديمية كلهم لاعبين وهم أسماهم حتى منهم أحمد صبري أحمد صبري موجود نعم أبو فاطمة تحياتي إليه زين وقدمت للكثير يعني أحمد صبر من ضمن الناس المعلقين قالوا اشتعني لك هذه الأكاديمية حقيقة يعني أنا دائما من أرجاع أزورها المقرها بملعب الشعب نعم جبت لهم شيء وياكم نعم إن شاء الله هايسين جايب لهم مدريزات إن شاء الله نعم و سيصفاهم انذكر إن شاء الله سيصفا أنت أعتقد أذكر أنا من أنت لعب بالأكاديمية زرتنا صح أذكر أي جيتكم نعم 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 لك أنت علامح ستوك بارز ووزارة الأكاديمية الذكة الذكة صح نعم أنت كنت لعب بالأكاديمية صح والله من البرنامج وراجع بينا نعم يعني ألف رحمة على روح أبو جنة الكافتين عباس رحيم وطبعا كل الأسماء اللي مذكرت هي أسماء محترمة جدا دائما القرون الأكاديمية صح متفضل على ذو الفقار مالك وهي من يعني وضعت الفقار مالك بالدور العراقي وقدمتها لاعب محترث نعم ومثل المتخوات الوطنية كنت الفقار مالك الوقت انتهى جميل وياك جميل وياك بشكل أنت كنت تتخبر اليوم الله يحفظك شكرا الله يبارك بك إن شاء الله نشوفك بالمتخوات الوطنية الله يحفظك يا حبيب شكرا على الصدافة وطمنا لكم وفقية شكرا شكرا الجمعة القادمة إن شاء الله ويا نجم جديد وصحب سي في جيد إلى اللقاء شكرا